الاتحاد الدولي للنقل الجوي المعروف اختصارا بياطة يقدم تصوره بشأن عاش القطاع قدر المستطاع ويضع الاتحاد خارطة طريق من شأنها أن تعيد الحياة لقطاع كان من بين أكبر المتدررين بسبب جائحة كورونا يراهي نياطة على جملة من التدابير الوقائية كالاعتماد على أنظمة تنقية الهواء عالية الأداء في الطائرات وإلزامية استمارة صحية لدى الوصول إلى المطار وقياس حرارة الأفراد ووضع كمامات في الطائرة والمطار وتوزيع الطعام المغلف مسبقا تجنبا للاحتكاك وتطهير الطائرات والحد من عدد الحقائب المسموحة في المقصورة وتستبعد فكرة إلغاء المقاعد على متن الطائرات خلال الرحلات حفاظا على التباعد الاجتماعي مدير الاتحاد الدولي للنقل الجوي أليكساندر دوجينياك قال في هذا الصدد لو قمنا بإلغاء مقاعد لن يساهم ذلك في زيادة السلمة بل سيكون لهذا الإجراء أثار اقتصادية كارثية حيث ستفرد زيادة أسعار التذاكر بخمسين إلى مئة في المئة هذا ويتوقع الاتحاد الذي يحتضن مئتين وتسعين شركة طيران عالمية استئناف الرحلات بدءا من شهر يونيو القادم والبداية بالرحلات الداخلية في البلد ثم بين الدول داخل القارة الواحدة وأخيرا الرحلات الجوية بين القارات وبالتالي فالتقديرات الزمنية تشير إلى أن قطاع الطيران لن يعود إلى سابق عهده إلا بحلول العام 2023